اهلا اهلا حبيب قلب النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هقولك النهاردة عن اقوى وافضل علاج للبقع الدكنة والتصبغات البشرة والجسم بمنتج او بعشبة تعتبر عشبة مهمة جدا وطبيعية وموجودة تقريبا في كل بيوتنا ومعروفة جدا كمشروب رمضاني كلنا بنشربها في رمضان وهي العشبة اللي معانا العرقسوس طبعا كلنا احنا عارفين العرقسوس وقد ايه فويده كتيرة جدا للبشرة وللجسم سواء كان من كمشروب او او كمان بيدخل في منتجات العناية بالجسم ومنتجات تفتيح الجسم النهاردة يا بنات العرقسوس هنستعملوا في ان احنا نفتح بشرتنا وهنشيل كمان البقع الدكنة وكمان هنشيل التصبغات اللي بتبقى موجودة في الجسم والبشرة ونقدر كمان نستعملوا في الاماكن الحساسة ما فيش منه اي اضرار خالص هنستعملوا ازاي؟ اول حاجة ان احنا هناخد كمية من العرقسوس وحنغليها طبعا احنا دايما بنقول ماينفعش ان احنا نغلي اي عشبة علشان الفايدة بتاعتها بتبقى فيها زيوت طيارة وما تنفعش طبعا انا في العشبة هنا النهاردة عشبة العرقسوس هنغليها ما تلاقيش خالص لان احنا المادة الفعالة بتاعتها بتبقى موجودة مش بتتطير خالص هنغلي علشان نوصل لحاجة اسمها المستخلص اهو المستخلص بتاع العرقسوس ده مفيد جدا هو بضيع اي كلف اي بقع دكنا اي تسبوغات هنستعمله ازاي بعد ما بنغليه بنصفيه وتسيبيه يبرد وتبدأ تستعمليه بقطنة على الاماكن اللي فيها البقع والتسبوغات دي كل يوم كل يوم تستعمليه يعني بلاش ايه نكسر يعني كل يوم تستعمليه لحد ما توصلي للنتيجة اللي انت عايزها طبعا احنا مش هنعمل كمية احنا بنعمل كمية كل 3 ايام بتتغير يعني مش هتعمل كمية كبيرة طبعا العلاج بالعرقسوس ده حاجة معروفة جدا من زمان يعني مش جديدة لانها فعلا اثبتت الفعالياتها في انها بتفتح وكمان بتهدي نظارة للبشرة وبتضيع اي بقع اي تسبوغات اي مشاكل في البشرة بتخلي بشرتك فعلا فيها صفوق ياريت يا بنات تجربوا الوصفة بتاعة العرقسوس انا متأكدة ان هي هتعجبكم وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات وبشكركم وبي باي باي